كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين النهاردة أول أيام شهر ذي الحجة العظيم دي أيام فيها فضل كبير عند المولى عز وجل العشر الأوائل من ذي الحجة هي موسم الطعاط العظيمة أيام كلها بركة وخير فضلها كبير جدا عند ربنا عن سائر أيام السنة في الأيام دي ضروري جدا كده على قد ما نقدر نحاول إننا نكثر من الطعاط نحاول نتوب إلى الله تعالى نكثر من الأعمال الصالح اللي يقدر فينا يصوم التسعة أيام طبعا لها فضل كبير عند ربنا سبحانه وتعالى أو على الآل يكون حريص على صوم يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة كل سنة وكل حضراتكم طيبين الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة أعتقد إنها فرصة كبيرة جدا لكل الناس عشان يقدروا يحفظوا وينالوا ثواب وفضل عظيم من خلال الكثار بقى من التكبير والتسبيح والتقرب لله بالأعمال الصالحة دي فرصة كبيرة جدا إن احنا نحاول يعني نكثر من الطعاط ونطمع فيه كرم ربنا ونطمع كمان فيه مزيد من الحسنات طبعا من فضائل هذه الأيام إنها فيها يوم عرفة ده يوم الحج الأكبر اللي بتخفر فيه بمشيئة الله تعالى الذنوب والخطايا ربنا يكتب لكل مشتاء زيارة بيته الحرام وأداء فريدة الحياة الأيامنا كلها طاعة وبركة وروحانيات عظيمة جمعة مباركة على كل الناس اللي بتشوفنا مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر